السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد القرارات التي تم اتخاذها البارحة المستشارة الألمانية كانت مثل ما نقلت في الاجتماع تمرق القرارات بشكل سريع توضح الآن أن المستشارة غير راضية تماما على الوضع ونحن نعرف هذا الشيء كمان لدرجة أنه هي استسلمت خلاص لرؤساء وزراء المقاطعات وبالتالي مسؤولية كمان هالأشياء صارت برقبة رؤساء وزراء المقاطعات كل مقاطعة صارت مسؤولة عن نفسها أريد أن أوضح نقطة مهمة أن القوانين التي استمعناها مبارحة هي الخطوط العريضة الآن كل مقاطعة تطبيق هذه الأشياء سيتم افتتاح معظم الأشياء ولكن التواريخ تختلف في بعض المقاطعات مثلا افتتاح المطاعم بعض المقاطعات ستفتح بوقت أبكر بعض المطاعم في وقت متأخر أكثر إذن هناك فروقات أيضا بالتواريخ افتتاح مثلا على سبيل المطاعم وأيضا بعض الاختلافات طبعا المدارس كمان أكيد والروضة وهذه الأشياء والروضات بيخبروكم أنتو كمان الأهالي أكيد إذن هناك اختلافات على مستوى ألماني لازم تنتبهوا للقصة أيضا الآن هناك فكرة كمان بعض الناس عم تسألني عن موضوع الفتنس شتوديو الفتنس شتوديو تحديدا ما تم ذكره طبعا البارحة اليوم بلشتتتوضح القوانين بشكل أكبر من المقاطعات التي ستبدأ بافتتاح الفتنس شتوديو هي مثل ما أكيد يعني ممكن تتوقعوا مقاطعة نوت غين فست فالن من أولى المقاطعات 11 ماي 115 رح يعيدوا أو رح يسمحوا على الأقل بعد افتتاح الفتنس شتوديو الشروط بالضبط ما بعرف مين مكتوبة يعني بالإعلام ولكن أكيد النادي اللي أنت موجود فيه أكيد فيه رح يكون فيه قواعد يعني تباعد هالأشياء حكما يعني كمان للمحافظة على صحة الناس يعني من خلال التباعد في بعض القرارات الغريبة مقاطعة حسن على سبيل المثال رح تسمح بإقامة الحفلات ولكن حتى مئة شخص يعني الصالات إذا تسمح رح يسمح رح يسمحوا لمائة شخص يتجمع في صالة واحدة إذا كانت الصالة كبيرة مثل ما سهل رح يسمحوا حتى بمئتين شخص وإذا كانت الصالة صغيرة خمسين شخص إذا أنا عم نلاحظ أنه الاختلافات كمان موجودة بين المقاطعات علما أنه القانون العام أنه الاحتفالات الكبيرة يعني الفستيبال أو الشغلات ما رح يتم يعني أو هي ممنوعة على 31-8-2020 يعني إلى زمن طويل هيك المفروض بعض المقاطعات رح تسمح أيضا بعودة مثلا افتتاح المسابح ربما بالشهر السادس يعني الشهر القادم أيضا ولكن فقط لدروس السباحة وليس للاستجمام الفنادق هذه الأشياء كلها رح تفتح بشكل تدريجي كل إنسان يلتزم بمقاطعته بالتعليمات طبعا ممكن تسألوني هلأ أنه طبع عطينا هذه الأشياء تصبراحة سنة 16 مقاطعة وما كل الأمور واضحة 100% والتفاصيل والتواريخ مختلفة فكل شخص يلتزم بمقاطعته والقوانين الموجودين بمقاطعته ولكن الخطوط العريضة أنه تقريبا كل شيء سيتم إعادة افتتاعه قانون جديد عم يتحدث عنه وزير الصحة الألماني يتحدث عن الخطوط العريضة لألو ألو وهي تقوية وزيادة استعداد المراكز أو المديريات الصحية في ألمانيا زيادة عدد الاختبارات في ألمانيا التست كمان وأيضا تحدث عن موضوع أيضا البونوس يعني المكافأة لكل الناس اللي اشتغلت في القطاع الصحي كمان على ما يبدو أنه الآن رح يتم تمريرة يعني في البرلمان الألماني هاي الأشياء الرئيسية في مقاطعة باين نعرف أنه في 500 زيادة ولكن لبقيت مقاطعات ألمانيا حتى 1500 يورو ممكن يعني أو أقل يعني حسب كل إنسان وينها بشتغلوا عدد ساعات عملوا هالأشياء تحدث عننا الآن وزير الصحة ينشبان بالنسبة للحدود وزير الداخلي هوسيا فأيضا دخل على الخطع بنسئل هذا السؤال كتير الأمور لا تزال كما هي لـ 15-5 الحدود مغلقة ولا يسمح بالسفر إلى داخل ألمانيا والتحاد الأوروبي من خارج الالتحاد الأوروبي بالنسبة لألمانيا أو الحدود البينية في الأوروبية للناس اللي ترجع لألمانيا مثل المواطنين أو حاملين اللي قامة في ألمانيا بدخلوا الحجر الصحي إلى مدة 14 يوم السفر من ألمانيا الآن إلى خارج ألمانيا من ألمانيا إلى خارج دول ألمانيا أو الالتحاد الأوروبي لا ينصح بالسفر خارج ألمانيا حسب وزارة الخارجية حتى 16 أو 15-6 يعني لمدة شهر ونصف منها الآن هاي لا تزال قائمة كما هي اليوم الآن بسبب موقع ألمانيا الجغرافي في وسط أوروبا الآن في بعض الناس مثلا أو بعض الدول مثل النمسا حابين أن يطلعوا إلى لوكسنبوك لدولة لوكسنبوك أو لهولندا فهن حكما رح يعبروا أو المفروض يعبروا عبر ألمانيا باعتبار ألمانيا بسكرى حدودا ما عبروا يعبروا حركة الطيران غير موجودة اللي حابب بسيارته مثلا نزور أقرباء أو كذا المفروض يمر بألمانيا ولكن هذا الشيء الآن ما عبر يتم لذلك عبر يتم الضغط على ألمانيا الآن لإعادة افتتاح حدودا وهذا الشيء طالب فيه كمان رئيس الـ FDP حزب الـ FDP لندنا وبعض أعضاء حزب الـ CDU وأعضاء في البرلمان الأوروبي عبر طالب ألمانيا بإعادة افتتاح حدودا طبعا تخيلوا أن ألمانيا ترجع تفتاح حدودا وكل الدول حوالينا كمان اللي أوضاعها أصعب كمان كانت أنه يرجع ويمرقوا بألمانيا في كيف ممكن تطوع المول مستشارة منزعجة جدا يعني من هالموضوع ولكن بكل أعصاب باردة وزير الداخلية هوس زي هوفا رفض هذا الشيء كاملا وقال لهم الحدود ستبقى مغلقة حتى 15-5 علما أنه هي قابلة للتمديد حتى معها تغوبة كهف اللقاء الصحفي الصباحي تحدث اليوم عن أنه ما رح يعقد بقى مؤتمرات صحفية بشكل منتظم نعرف في السابق كان كل يوم بعدين 30 يوم بالاسبوع بعدين يومين الآن اليوم أعلنوا أنه ما رح يطلعوا بمؤتمر صحفي إلا إذا كان فيه معلومات مهمة أو شيء ضرورية عدد الإصابات الجديدة ارتفع بشكل بسيط في ألمانيا ولكن الـ Reproduction Sal نزلت لـ 0.6 تقريبا فهذا يعني فيه تحسن وفيه تراجل نشوف يعني بعد فترة لا يبين نتائج يعني تقريبا التراخي الكبير اللي صار الآن وإعادة افتتاح معظم الأشياء أو التدريجي يعني لألة على الأقل فممكن نشوف في الأسابيع القادمة أقل أسبوعين يعني نرائب ونشوف كيف الأرقام رح تتطور في ألمانيا هي كانت أهم الأنباء قالت لكم بشكل سريع ومختصر أتمنى أكون أفدكم خلال المعلومات دوموا بخير وصحة وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته